وينضم إلينا من موسكو مراسلنا يوسف بيجار يوسف هل نفسه هو ذلك القانون الذي أقر من قبر للبرلمان الروسي قبل فترة هل هو نفسه القانون ولو هناك أي تفاصيل إضافية طبعا بالفعل داليا هو تقريبا القانون نفسه الذي مر على التعديلات الدستورية التي جرت وفق استفتاء شعبي في يونيو من العام الماضي والتي حظيت بحوالي تأييد 77% من أصوات المجتمع الروسي التي صوتت أنذاك على مجموعة من التعديلات الدستورية التي من بينها تصفير عدد ولايات الرئيس ما يعني بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكنه بعد التوقيع على هذا القانون أن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة سنة 2024 والانتخابات التي تاليها ما يعني بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكنه البقاء في سدة الحكم لستة عشر سنة قادمة هذا القانون كما قلنا مر على تعديلات دستورية وعلى استفتاء شعبي ومر على البرلمان الروسي بغرفته مجلس الدومة في الأسبوع الماضي كان قد صادق بالأغلبية على هذا القانون واليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إجراء قانوني وقع على هذا القانون ما يقال هنا في روسيا بأن هذا القانون هو تكريس للدكتاتورية بحسب تصريحات بعض الجهات المحسوبة على المعارضة الروسية حتى قبل أن يتم التعديلات دستورية وأن يسادق البرلمان الروسي على هذا القانون سبق للمعارضة الروسية وأن نددت بهذا القانون وأن رصدته ووصفته بأنه تكريس للدكتاتورية ويقضي تماما على ما تبقى من ديمقراطية عمليا رئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد هذا القانون المعدل يمكنه الترشح لولاياتين رئاسيتين جديدتين ما يعني بأن الولايات السابقة التي حكم فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صفرت بعد التعديلات الدستورية وبعد التوقيع عن هذا القانون بوتين بشكل ذكي مرر هذا القانون عبر حزمة من التعديلات الدستورية التي شملت الكثير من القوانين والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الدينية عمليا بوتين أعطى لنفسه الضوء الأخضر وفرصة أخرى للترشح للرئاسيات المقبلة وكما قلنا البقاء في سدة الحكم وحاكما للكريملين حتى عام 2036 إذا أراد طبعا الترشح للرئاسيات المقبلة شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الوافية زمينا من موسكو يوسف بيكار ترجمة نانسي قنقر